فعلا النادي الأهلي هو وكسير السعادة لجماهيره والشعب المصري خلينا كمل بقية كلام كابتن شريف عبناني المكابتن السامة عربي على مصر موسيماني مصر موسيماني تعرض لهجمات عديدة جدا أو لهجوم عديد جدا للفترة الأخيرة سواء قلنا كان بيكسب أو كان بيخسر أو يكسب ويقدم عرض جيد أو يكسب وعرض سيء أنا أتكلم دلوقتي مش علشان إحنا كاسبانين وعملين مباراك ويسر أنا قبل المباراة قلت الكلام ده ويمكن حضراتكم تفتكروا اللي شاف الانترو يعني تفتكروا الكلام اللي أنا أقول مصر موسيماني بتعرض لهجوم عنيف جدا مصر موسيماني بالورقة والألم لا الراجل عامل إنجازات في سنة وكم شهر ما كان مش سنة ونص مصر موسيماني جايب أنا بعتبر الميدالية البرونزية في كاس العالم ده إنجاز ده إنجاز دي بالنسبة لي بطولة آه كان الهدف السنة دي طبعا الظروف صعبة جدا اللي تحط فيها النادي الأهلي كان الهدف اللعب على المركز الأول والثاني ولكن الظروف الصعبة اللي تحط فيها النادي الأهلي أكبرته على إنه يحتفظ بالميدالية البرونزية أو المركز الثالث اللي حققه السنة اللي فات ولكن اللي أنا عايز أقوله للجماعة اللي هم كانوا بيهجموا مصر موسيماني عمال على بطال أنا إيه اللي بيقيم لي المدير الفني نتائجه إنجازاته هو رجل مع النادي الأهلي حتى الآن ناجح فيه مهمته تعالوا بقى نشوف مصر موسيماني قال إيه بعد المباراة مع زميلنا أميريشا شكرا